في الفترة الأخيرة يمكن شفت في الأخبار اجتماعات بتحصل مع مسؤولين مع وزراء من التنسيقية إيه اللي بيدور في هذه الاجتماعات؟ أحد أولوياتنا في العمل كتنسيقية هي عمل حالة من حالات التكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في حقيقة الأمر إحنا ما بيشغلناش بشكل كبير المكاسب الوهمية إحنا عايزين نحقق إنجاز حقيقي للمواطن الإنجاز الحقيقي ده بيكون من خلال شكل من أشكال التكامل ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية وده إدى مصار مختلف في توصيل احتياجات الشعب اعتبرنا ممثلين بالمقام الأول عن الشعب داخل المجالس في قدرة أعلى على التواصل مع المسؤولين التنفيذيين في فرصة أكبر لرفع الاحتياجات المباشرة معاهم في فرصة أكبر لتقديم عدد من الأطراحات والأفكار البديلة في إدارة الملفات وبالتالي كان هناك لقاء مع عدد من الوزراء وبالفعل بدأنا في عقد عدد من البرتوكولات التعاون مع عدد من الوزراء لي وصول فكرة هذا التكامل مش على هذا القطاع فقط ولكن في قطاعات أخرى قطاع النقابات احنا كان عندنا اجتماع من عدد من الأيام خلال أيام قليلة مع نقابة الأطباء وكنا بنناقش معهم كقانون المسئولية الطبية وغيرها من القطاعات المجتمعية احنا هدفنا بشكل كبير اللي احنا نحسن تمثيل الناس في المجالس النيابية وفي رفع احتياجاتهم وده ما بيكونش غير بالحوار الدائم والمستمار وعلشان كده في لقاءات مستمارة مع المسئولين التنفيذيين من الوزراء والمحافظين وغيرهم في لقاءات دائمة مع النقابات في لقاءات دائمة مع الأطياف المختلفة من الشارع المصري لرفع الاحتياجات ووجود حلول سائعة اشتركوا في القناة